يا هلا ومرحبا فيكم جايبة لكم قصة من عمق الحرب العراقية الإيرانية خلونا نتعرف على تفاصيل هذه القصة اللي تلامس شعور كل إنسان لأن فيها الكثير من الدراما وكثير من الأكشن وغير هذا كثير من السلام كان فيه واحد عراقي ساكن في البصرة اسمه نجاح عبود هذا الرجل كان عايش حياته عال العال وكان مستقر وعنده مطعم وكان يشتغل في هذا المطعم ليل ونهار عشان يقدر إنه يصرف على زوجته وولده اللي توه جايبنا كانت حياته جدا سعيدة لكن حصل شيء لم يكن في الحسبان اللي حصل إنه فجأة النظام العراقي بدأ يغزو منطقة أو مدينة اسمها المحمرة بحكم إنها هذه المنطقة هي منطقة عراقية وبعدين أخذوها إيران وسموها خرمشهر هذه المنطقة قريبة جدا جدا من البصرة فلذلك وصل لهم أي واحد ما يبي يروح الحرب سوف تستهدف عائلته وزوجته وأبناءه فكان خايف جدا نجاح إنه يصيب عائلته حاجة فأمه عطته قرآن صغير وراح وأخذ صورة زوجته وولده وحطهم في وسط القرآن وحطه في جيبه عشان يحميه وبعدها راح انطلق للتدريبات وبعدها أسندوا عليه قيادة الدبابة وفعلا انطلق عام 1980 يحارب في الجبهات في منطقة خرمشهر الإيرانية وهناك أصبحت الجنود كثيرة وأصبحت الحرب على أوجهه وقتلوا الآلاف من المدنيين وكذلك من الإيرانيين والعراقيين أيضا فكانت هذه الحرب يعني كلفت خسائر مادية وخسائر اقتصادية جدا جدا رهيبة اللي حصل إنه عام 1982 كان هذا أيضا رايح بالدبابة قاتل لكن الإيرانيين فجأة جوب أعداد جدا جدا مهولة يعني تساوي ضعف العدد العراقي اللي موجود في هذه المدينة اللي يسمونها العراقيين المحمرة فلما جاء على طول قاموا يستهدفون الجيوش العراقية فما قدر هذا اللي هو نجاح إلا أن يسأل متى بيجونا صفوف ثانية من الجيوش قال لهم القائد الكتيبة حقتهم إنه خلاص ما رح تجي أي جيوش ثانية فإحنا الآن الوحدنا رح نقاتل هذا العدد الكبير نجاح بغي ينجن وخاف جدا لأن كل دقيقة وكل ساعة تمر هذه مرحلة مهمة وخطيرة في حياتهم اللي حصل إن الجيوش الإيرانية أطلقت قذائف باتجاه هذا الجيش العراقي وبعدين صابت هذه القذائف للأسف هذه الدبابة اللي فيها نجاح فقام نجاحه أربعة من المرافقين اللي معاه يركضون يدورون وين يتغبون وفعلا اتغبوا في غار أو خندق هذا الغار كان أول ما دخل فيه نجاح شاف الكثير من الجنود اللي داخلين في هذا الخندق وكلهم عراقيين خايفين من الجيوش الإيرانية بينما هم كذلك يعني منتظرين تنتهي الحرب إلا تفاجأوا إن الجيوش الإيرانية انتقلوا إلى هذا الخندق أو الغار فاللي حصل إنهم على طول قاموا هذول العراقيين ولاحوا كل أسلحتهم ورفعوا أياديهم يعني كأنها حالة استسلام وحالة الأسر فاللي حصل إن الجيوش الإيرانية غدروا فيهم وقاموا ورشوهم كلهم وكلهم أردوهم قتله حتى إن هذا كان يطالع نجاح إن هذول الجنود اللي أصحابه وقرايبة وما عارفه قاعدين يتساقطون واحد تلو الثاني في هذا الغار ولما جدوره أيضا طاح لكن ما هو عارف شنو اللي صابه للأسف إن صابته قذيفة لكن لحسن حظة إن كان لابس خوذة على راسه فالقذيفة أصابت جزء كبير من تحت الخوذة أو تحت راسه فعلى طول إن جرح في أيادية وكتوفة وطاح وبعدها ظل أول شيء يطالع بأحد يعني حي ما فيه وفجأة كان نجاح يلمح الهدوء اللي يتوالى مع ابتعاد هذا الجيش الإيراني شيئا فشيئا عنهم وكذلك قام يلاحظ فجأة هدأ المكان وعم الظلام وما فيه أي صوت ولا أي نفس حواليه كلهم جثث ميتة قدامه وما فيه إلا أهو الوحيد الناجي لكن مقادر يمشي ولا قادر يتحرك لأنه كان فوقه جثث أيضا متراكمة عليه فظل على هذا الوضع كل ما يجي له ويزيد الألم أكثر وأكثر في هذه اللحظة نجاح كان يون لكن فجأة سبحان الله دخل عليه كأنه واحد ماسك مصباح نجاح يوصف هذا اللي دخل عليه كأنه ملاك من الفضاء كأنه الله أرسل له فلما دخل هذا وبدأ يقترب شوي شوي منهم قعد يلاحظه نجاح وشافه كأنه طفل فقعد يتوسله وقعد يتكلم معه لكن ما شاف ذاك يفهمه للأسف أن هذا كان طفل إيراني وكان جاي يقاتل العراقيين يعني مسنود عليه هذا الطفل القتال فلما دخل وشاف هذا الرجل يون قرب من عنده وكان عنده اللي هو الطفل هذا الإيراني رشاش عشان أي واحد يلمح على طول يرشه لكن هذا الطفل شاف هذا الرجل يون ونكس راسه يشوف شنو وابعه عرف إنه أصلا هذا تعبان ومقادر أصلا يقوم من مكانه وأصلا ما عنده أي سلاح بعدها قام هذا الطفل يحدق النظر في هذا الرجل نجاح بعدها مد يده على جيب هذا نجاح نجاح على طول قال أكيد هذا الولد بيسرقني لكن اللي حصل إن هذا الطفل مد يده وطلع من جيب نجاح قرآن كريم وكان في وسط القرآن صورة زوجة هذا نجاح ويا ولده وكان عمر نجاح وقتها 21 سنة ولما هذا الطفل فتح القرآن وشاف الصورة حن قلبه وقعد يطالع في هذا نجاح وقال له مسلم قال له نجاح مسلم مسلم أنا مسلم أنا مسلم ساعدني الله يخليك الله يسلمك هو هو ذاك فارسي ما يفهم ولا كلمة فكسر خاطر الرجل وأيقن ووثق إنه راح على طول يساعد هذا الرجل نجاح لو آخر نفس في حياته لكن شلون بيساعده وكيف ومين هذا الطفل اللي جاء الملاك اللي فضائي اللي ساعد هذا الرجل نجاح هذا الطفل اسمه زاهد وكان من منطقة خرمشهر وانولد عام 1968 وهذه المنطقة بحكم إنها بلدة سياحية وبلدة غنية بالنفر وكذلك منطقة مهمة تطل على ساحل تقريبا أو مياه فلذلك كانت مرغوبة جدا فهذا زاهد كان من أول ما نولد وهو يعاني من العنف من أبوه كان أبوه جدا يضرب على أقل شيء وكان زاهد عنده تسع خوات وخمس أخوان ومرة كان هذا زاهد سارق من أبوه فلوس عشان يروح السينما للأسف إن أبوه انتبه له وأخذ سيخ حديد وحطه في الحرارة العالية على القز وبعدها راح وحرق رجل ولده على كعب رجله عشان كل ما مشى يعرف بعاقبة اللي يسرق فهذا الولد راح يون وراح عند صديقة عشان يسعفه وفعلا صديقة أسعفه وساعده وبعدها قال هذا اللي هو زاهد أنا ما رح أرجع للبيت نهائيا في هذه الفترة كانت فترة حرب إيران مع العراق وفي هذه الفترة كان طالع صيد حق طفل عمر 12 سنة راح يقاتل مع الجبهة الإيرانية ضد العراقيين وفجر عملية انتحارية وبعدها توفى وكان هذا الولد يسموه بالطفل الأسطورة فقال هذا صديق زاهد خلنا نروح ونلحق فيهم قال زاهد يلا وفعلا قام زاهد ما هو عارف إيش يسوي رايحية هذه الكتيبة اللي يسمها كتيبة بسج هذه الكتيبة يخذون الأطفال دون سن البلوغ ويجندوهم ويخلونهم يقومون بعمليات استشهادية وكذلك يروحون يبحثون عن الأراضي اللي فيها الألغام حتى إذا انفجر ينفجر عليهم ويروحون قتله يعني ما في حقوق للأطفال وقتها فاللي حصل أن هذا الولد اللي هو زاهد من حسن حظة أنهم أسندوا عليه أن يقوم بإسعاف المرضى وعلم الأطباء هناك على شلون يغز الأبرة وشلون يضمد الجروح وغيرها يعني كأنه مسعف صغير حق الطوارئ وكذلك أسندوا عليه أيضا أن يحفر القبور حق جثث العراقيين القتلة فأهو قام بهذه المهمة ما كان هذا الولد أبو 12 سنة يوعي شنو يسوي في هذه الحياة وما هو عارف أيش يعمل لكن لازم يسوي الأوامر لأنه إذا خالف الأوامر أكيد وحتما راح يكون عقابة وخيم زاهد كان حامل في قلب الألم من سوء المعاملة والقسوة من الوالدين ولما انتصروا الإيرانيين وقتها عام 1982 في هذه المدينة خرمشهر على طول قالوا حق هذا الطفل يروح يدخل الخنادق أو الغارات اللي موجودة يقتل أي واحد عراقي وأي واحد إيراني يسعفه بحكم أنه تعلم خلاص إسعاف الطوارئ فاللي حصل أنه فعلا راح هذا الطفل زاهد أبو 12 سنة إلى هذا الخندق الأول دخل فيه وما شوف أحد راح الخندق الثاني بعدها راح الخندق الثالث كان مهمته أنه يحفر قبر كبير ويدفن جميع الجثث فيه وكذلك يسعف الإيرانيين لكن اللي حصل إنه سمع ونين يعني صوت رجل إيون فلما دخل هذا الولد شم ريحة عفنة ريحة تحل الجثث وبعد ما قدم شوي شاف رجل هذا الرجل وهو نجاح قاعد إيون بعدها أخذ هذا القرآن ولما عرف إنه مسلم على طول حط في باله إنه راح يسعف هذا الرجل مهما كان الثمن وأول شي سوا هذا الولد زاهد قام ورص الجثث جثة فوق جثة عشان يعمل منهم جدار يحموا أو يخفوا اللي وراهم اللي هو الجريح نجاح وفعلا قام وصفهم وبعدها على طول شاف الجروح البالغة في هذا الرجل على طول لف جروحه وهو ما هو عارف إشلون يطلع الرصاص من داخل بدن هذا الرجل نجاح لكن اللي يعرفه إنه يضمد جراحه وبعدها على طول أخذ إبرة وسحب عينة دم من هذا الرجل عشان يعرف فصيلته وفعلا لما دخل إلى المختبر على طول أخذ دم مطابق لفصيلة دم هذا الرجل اللي هو نجاح عطى هذا الدم وبعدها قام هذا الرجل أيضا يون من الألم ولما سمع يون على طول عطاه إبرة مورفين كل ما قاعد يون كان يعطيه هذه الأبرة ويروح عنا يعني يطل عليه في اليوم مرة أو مرتين بالكثير عشان ما أحد يحس فيه إنه قاعد يسعف واحد عراقي المهم في هذه الفترة خلاص شاف هذا الطفل إنه المكان هدأ وما في حرب نهائيا في هذه المنطقة فاللي حصل إنه هذا الولد راح وسأل عسكري قال له إذا فيه عراقي وجريح شن سوي فيه قال له على طول إنه وديه للأسر يأسرونه فاللي سواه هذا الولد أخذ هذا الجريح العراقي اللي هو نجاح بيوديه إلى المستشفى وفي هذه الأثناء شاف هذا الولد زاهد واحد جندي إيراني اللي حصل إنه تفاجأ هذا الجندي إنه هذا الولد إيراني ماسك ويحمي واحد عراقي فغضب غضب شديد وأخذ هذه اللي هي البندقية راسها وحطم أسنان هذا الرجل العراقي نجاح هذا الشيء استفى الزاهد وقال له ليش تسوي فيه كذا وهو أسير عندنا مو المفروض إنه نعذبه بهذا الشكل قام متخاصم زاهد مع هذا الرجل وعلى طول سحب نجاح إلى المستشفى هناك على طول رحل الطبيب وقال له يسعف هذا الجريح العراقي هناك الطبيب قال له مستحيل أن أسعف هذا الرجل والسبب إن هذا الطبيب انقتلت أمه وكذلك خواته وزوجته في إحدى الغارات العراقية عندهم فبعد ما تعب ويأس منا هذا الولد اللي هو زاهد يسعف نجاح ظل جالس وحط يده على راسه وقال يا ربي أنا اللي سويته علي وقدمت هذا حق الإسعاف لكن اللي بيصير بعدين أنت اللي بتقدره بينما هو قاعد إلا فجأة جاء هذا الطبيب وقال له أوكي أنا بعالجه لكن شوف ما رح أسوي شيء أنت اللي بتقومه بتخيط الجرح فقال له طيب وراح وياه وفعلا قام الطبيب وطلع الرصاصة من ورا راس نجاح وقام هذا الولد يخيط جروحه ويضمدهم وبعدها انتقل وكان في حالة مستقرة اللي هو نجاح وزاهد فعلا ودع وراح وفي هذه الأثناء بعد كم من يوم هذا الطبيب نادى حق زاهد وقال له ودع هذا الأسير العراقي لأنه بتجي الحين سيارة بتاخذه وقام هذا زاهد وراح حق نجاح العراقي سلم عليه وباس على خدة وحضن واثنين هم قاعدوا يصيحون ويبكون العراقي هذا نجاح قال حق زاهد الله يخليك الله يسلمك فظلت هذه الكلمة تتراود في ذهن هذا الطفل الإيراني اللي هي هذه الكلمات اللي ما يفهم معناها زاهد بعد ما ودع هذا نجاح راح أيضا يتابع العمليات القتالية وفي هذا الوقت أكيد انصاب بجروح وشضايا كبيرة جدا في بطنه وانصاب في حروق من المواد والغازات الكيميائية على كتفه وكذلك رصاصة اخترقت إذنه وطيرت جزء كبير منها ولما اسعفه وزاهد في المستشفى اتعرف هناك على ممرضة جدا طيبة وجدا حنونة وكانت دائما اتعالجه وتجلس معاه كانت هذه الممرضة اسمها منا فحبها وخلال هالأسابيع اللي تعالج فيها اعجب فيها وتم الاتفاق بينها وبينها على الزواج لكن حصل شي غريب هذه منا ما جت اليوم الثاني وتفاجأ لما قالوا للممرضات انها انقتلت في غارة جوية اهي مع عائلتها كلها اصبح هذا زاهد صدمة عنده نفسية جدا كبيرة خلفت لهذه الحرب دمار نفسي كبير اصبح يعيش في ظلام واكتئاب من بعد ما تعلق وتمسك في هذه البنت ولما طلع من المستشفى زاهد ما شاف نفسه يسوي شيء الا انه منخرط في هذه الحرب وفعلا قام وراحي لمنطقة جبلية كانت تشهد حروب بين الطرفين ايران والاعراق حزتها وكان يقاتل هناك لكن اللي حصل انه تم اسر هذا الولد زاهر واخذه كاسير هناك زاهد شاف العذاب كان يضرب وكان يعلق من صبع ابهامة باسلاك عشان كل جسم هذا الولد يكون متعلق بصبع واحد وفي هذه الفترة كان زاهد تعبان نفسيا وكان يقول يريت انا اكون ميت او اكون جماد عشان ما احس ولا اتألم من شدة هذا العذاب سواء الجسدي او النفسي كانوا يقتلون اصحابه واحد تلو الثاني قدامه وكان الحمد لله انه ما بعد يجي داره الا عام 1991 اخيرا تم اطلاق صراح الاسرة وفي خلال هالفترة كان عمر هذا الولد زاهد اثنين وعشرين سنة جت الاسعاف او الصليب الاحمر هناك واخذته عشان تعالجه لكن ما كانوا يعرفون انهم ماخذين ولد محطم نفسيا ويحمل ذكريات جدا سيئة وسلبية زاهد خلاص ما بقى له شيء الا انه يروح لهله بعد غياب عشر سنوات ولانه يعرف مكان اقامتهم راحوا فعلا شاف نفس البيت موجود طق الباب لكن طلعت له مرة غريبة فتحت له الباب وقالت له انت مين قال انا زاهد وين اهل هذا البيت قالت له ان تقلوا الى منطقة ثانية منطقة اسمها اصفهان لكن المرأة اللي فتحت له قالت له اصلا انت ميت موجود قبر في المقبرة قاله مستحيل ولما فعلا راح المقبرة شاف اسمه انه ميت وشاف القبر فعلا مبني على طول قام منهار وقام يصيح حسبال ان اهو فعلا ميت لكن العمال اللي موجودين هناك بدأوا يخففون عنه وكذلك اهو انتبه لنفسه وعرف ان اهو موجود حي يرزق ففعلا بعد السؤال لما عرف مكان اهله راح لهم الى اصفهان وهناك على طول التقوا فيه بالاحضان وبعدها كان ايضا ابوه اعاملة معاملة سيئة شوفوا كيف حتى بعد عشر سنوات ما رحمه في هذه الفترة تذكر هذا الرجل اللي هو زاهد انه لما كان في الاسر كان في واحد افغاني قال له ارجوك انتبه حق عيالي كلهم بنات انا حطيتهم في دار الايتام فعلى طول قام هذا زاهد وطلب من ابوه فلوس عشان يعطيها اليتامة لكن هذا الرجل ابوه عصب فعلا عطاه لكن قال له خلاص هذه اخر مرة اشوفه انت ممنوع لا يمكن انك تدخل هذا البيت مرة ثانية دور لك مكان ثاني سكر الباب في وجهه وفعلا هذا الرجل زاهد اصبح مشرد وما كان يعرف وين يروح وفي هذا الوقت زاهد كان يعيش في المقبرة هناك في منطقة اصفهان وكان يروح كل يوم دار الايتام ويعطي هذول البنات الفلوس عشان يفرحهم وفي خلال هذه الفترة كانت تجي بنت مرة جميلة مرة خلوقة وكان عمرها حزتها 17 سنة اعجب فيها هذا الولد زاهد اعجاب كبير وبالاخص انها ايه مثلة يعني تجي زيارة حق الايتام وتطلع فلما شافها قال لازم اروح اكلمها فاختلق سؤال وراح اسألها كم الساعة ردت عليه وبعدها ظل على طول يتواصل معاها لما اعجب فيها وفعلا خطب مريم زاهد وتزوجها لكن كان زاهد تعبان نفسيا ومثقل من الهموم والذكريات السيئة اللي كانت في الحرب وكانت في الاسر وغيرها فكانت هذه مريم تحاول تساعدها تحاول تضمد جروحها والالم هذا اللي عنده خصوصا الالم النفسي لكن ما هي قادرة تطلع من هذا كومة الذكريات والسمعة السيئة اللي اخذها من هذه الحرب لكن في خلال هالفترة كانت تتحاول مريم تحمل لكن شلون والالم النفسي موجود في هذا الرجل وبمساعدة الاطباء فعلا قدرت هذه مريم تحمل وتجيب بنت عام 1994 كان هذا الخبر خبر جدا جميل عند هذا زاهد وغير مجرى حياته 180 درجة وفي خلال هالفترة زاهد كان يبي يتوظف عشان يأمن مستقبل بنته الصغيرة وكذلك زوجته مريم اللي كان يشوف الدنيا كلها في عيونها وفي عيون بنتها فقاموا يحاولون يدورون له على وظيفة خصوصا انه مسكين لا دراسة ولا تعليم ولا شيء واخيرا قدروا الى قولة وظيفة ميكانيكي سفن حق التجارة يعني ينقلون بضائع وهو ميكانيكي حق هذه السفن كان مهمته يركب في السفن هذه الكبيرة وينقلوا من بلدة الى بلدة وانتو تعرفون البحارة يظلون ايام في السفن في خلال هذه المدة كانت السفينة تبحر فيه وكان كل ما بحرت فيه كل ما تذكر الالم النفسي والذكريات السيئة اللي كانت في الحرب ومرة كانوه جالس في غرفته او المقصورة حقته فكان يطالع من النافذة يشوف البحر الكبير الشاسع رفع راسه للسماء وقال يا ربي انا محمل ومثقل من الذكريات السلبية انا شفت الظلم ما حتشافه في حياته لا اهل عدليين ولا بطن عدل ولا مكان عدل وايضا الحين صرت في عمق البحر هذا كان هذا زاهد وصل لحالة الاكتئاب النفسي ظل في هذه الغرفة ثلاثة ايام ما يطلع منها بعدها قاموا هذول العمال وطقوا عليه الباب وقالوا لا اطلع شوف عملك قاموا فجأة وكل ألم السنين هذي اللي راحت من حياته يصارخ ويهاجم عليهم بكل قوته وقال لهم ما وصلني في هذا الحال الا هذه البلد السيئة اللي كل ما تطلع منها وبتدخل فيها وأخذ صورة الرئيس حقهم ومزقها وكان هذا تقريبا عام 1999 فلما شافوه يشقق أو يمزق صورة رئيسهم قاموا وقالوا لا ترى بترجع راح تنسجن مرة ثانية فأهو قاعد يفكر انه راح ينأسر مرة ثانية ويسجن ويعيد الكرة وعياله وزوجته راح يظلون وحيدين بدونه اللي سواه ما قدر الا انه يقفز من على هذه السفينة الكبيرة ويبحر فيها بروحة لا عنده أدوات نجاح لا عنده قارب ولا شيء من حسن حظ زاهد انه كانت هناك ناس يلعبون يسموها قيادة الكاياك اللي هي قيادة القوارب هذي الصغيرة فشافوه واسعفوه ونقلوه الى الساحل هذا الساحل وهو عبارة عن ساحل يسموه ساحل انجليش يام كندا وصلوه على الاراضي الكندية وهناك اول ما وصل شاف فعلا السفينة موجودة واخذت ادراجها وانتقلت وراحت بعيد وشاف السفينة وهي تبعد وكأن زوجته مريم وبنته هذي الطفلة الصغيرة اللي تنتظره رايحة مع هذي السفينة بعيد الى منطقته في ايران ظل محطم وزاد الاكتئاب عليه وفي مكان ايضا مجهول ما يعرف مين اللي حواليه ولا يعرف مين اللي يشوفه او يتكلم وياه لا لغة يقدر يتفاهم وياهم ولا تقاليد ولا اي شيء فوقف على طوله وقعد يتلفت يمين وشمال لما اهناك المساعدين اللي شافوه طاية اخذه وداه عند احد اصحاب الحانوت هذا صاحب الحانوت كان يتكلم فارسي ساعد وداه مكان له غرفة وكذلك دورة مياه يعني مكان شوي متواضح لكنه نظيف وهذا المكان ما هو الا دار الهجرة اللي يسووها كندا في هذه المنطقة اللي هي مدينة فرانكوفر والحمد لله انه لما وصل هناك فيه كذلك ناس يتكلموا فارسي ويتكلموا عربي وغيره لكن هذا الرجل اللي هو زاهد كان مكتئب وكان تعبان نفسيا ومهموم ومقدر يتحمل حتى ابسط الحياة فكانوا اهم اصدقاء يخففون عنا هناك لكن مقدرين يشيلون هم الجبال اللي فوق راسه فيوم من الايام كانوا اصدقاء بيروحون زيارة حق احد عاز منهم فقالوا لتعل ويانا مارضة قاموا اهم اصدقاء وطلعوا من الغرفة حقته وراحوا في هذه الاثناء شافها هذا زاهد فرصة عشان ينهي حياته اخذ حبل وغرسه في السقف وعلى طول بغى يشنق نفسه ودز هذا اللي هو الكرسي اللي استند عليه عشان يظل متعلق بالهواء ويموت لكن سبحان الله ارادة رب العالمين خلت واحد من اصدقاء ينسى محفظته ويرجع الى هذا المكان ويشوف هذا الرجل مغمى عليه على طول اسعفوه وودوه انقذوه في المستشفى هناك ومن هنا سجلوه في جمعية اسمها جمعية الناجين من العذاب في فرانكوبا وفعلا كان يروح زاهد على فترات هذه الجمعية عشان يساعدونا نفسيا ان يطلع من هذا اهول الحرب ومن التعذيب النفسي وغيره فاللي حصل انه يوم من الايام كان جالس في غرفة الانتظار الا شاف واحد قدامه قاعد قال له سلام هلو وقاعدوا يتكلمون لكن شاف ان اللي قباله قاعد يتكلم بلغة فارسية جدا طليقة يعني فقال له انت ايراني قال له لا انا عراقي قال له زاهد شلون تعلمت هذه اللغة قال له هذا الرجل انا كنت في ايران 17 سنة قال له زاهد اكيد كنت موظف هناك عشان كده اخذت هذه اللغة قام يضحك هذا الرجل وقال له لا والله انا كنت هناك اسير قال له زاهد حتى انا كنت اسير عندكم في العراق فقاعدوا يضحكون وبعدها التفت عليه زاهد وقال له وين قبضوا عليك قال له في المحمرة او خرمشهر قال له زاهد انا كنت هناك بعد في هذه المنطقة احارب قال هذا الرجل تصدق انه كنت انا بموت لما انه في طفل صغير سميت انا ملاك فضائي هذا الملاك وهو اللي طلعني من الظلمات الى النور يعني كنت بموت لما هذا الصبي هو اللي ساعدني على طول زاهد رفع راسه وطالع في هذا الرجل يعني باستغراب وظل يسأل اسئلة قال له هذا زاهد انت كنت وين مجروح قال له هذا الرجل كنت في الخندق الفلاني قال له زاهد انت كنت عندك قرآن في جيبك وكذلك صورة زوجتك وولدك قال للرجل ايه اكيد انت سمعت القصة من اخوي صح على طول زاهد وقف وقال له انت في وشم في ذراعك وكذلك خدوش وجروح في بطنك صح قال للرجل ايه لكن اش عرفك قال له زاهد انت اسنانك من الامام مكسرة بسبب الاعتداء الوحشي من هذا الجندي اللي منعنا انوديك المستشفى صح؟ قال له هذا الرجل صحيح قال له زاهد انت كنت تشوف ولد هذا الولد كان حامل مصباح يدوي صح؟ قال للرجل ايه بس انا للحين شاك انك هو لا يكون انت اللي انقذتني قال له ايه نعم انا اللي انقذتك قال له هذا الرجل طيب اذكر لي تفاصيل القصة عشان اتأكد اكثر انك انت اللي انقذتني قال له زاهد شيل القبعة اللي على راسك راح تشوف جرح كان موجود جرح كبير هذا الجرح انا بنفسي اللي خيطته قام هذا الرجل وصار يصرخ في هذا المركز وحضن زاهد وقام يصيح ويصوتون اثنينهم كل اللي في المركز الاطباء كذلك المرضى اللي جايين زيارات كلهم التموا عليهم على هذا الصراخ فلما سمعوا القصة وقال هذا الرجل انا نجاح العراقي الاسير اللي هذا الطفل الصغير اللي قتلك عنه يا دكتور ان الملاك اللي انقذني هذا هو قدامي وانا ما رح اخلي والله اني رح امسكه مثل ما طلعني من الظلمات الى النور انا رح اطلع هنا من الظلمات الى النور وما رح اتركه لو يصير شي صير على طول زاهد التفت عليه وظل يصيح 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 وظلوا مع بعض وهناك الطبيب قال خلوهم يفضفضون وخلوهم يتكلمون عشان الهم والاكتئاب اللي موجود عندهم ينشال بعدها ظل هذا زاهد يتفاهم مع الرجل وقال له قصته كاملة بس بعدها قال له الحين التقينا بعد عشرين سنة من اسعافك انا الحين ابيك تقول لي قصتك يا نجاح وين صرت لما طلعت من المستشفى اخر مرة وانت في ذيك السيارة اللي شالتك ما ادري وين راحت قال له نجاح اول شي قبل ما ابتدي قصتي خلني اعرف اسمك انا ما اعرفت اسمك انا ما اناديك الا الملاك الفضائي قال له زاهد انا اسمي زاهد وانت قال له انا اسمي نجاح ظل زاهد يحكي لقصته وبعدها نجاح ايضا يحكي لقصته نجاح يقول ان لما جت اخذت السيارة ودت الى منطقة على الحدود الايرانية الافغانية وهناك ظلوا اعذبوا تعذيب نفسي ما يخلونا حتى يشوف النهار كان الوقت على طول اظلم وكانوا يعطون وجبات غذائية جدا قليلة وكانوا اعذبوا لدرجة فضيعة ظل في هذا السجن تسعة شهور بعدين ودا سجن اسمه سجن سنان لدرجة ان ما كان يعرف الزمن والوقت وكم مضى في هذا السجن غير لما بعد ما انتقل الى زنزانة سنان سأل احد الحراس كم لي انا هنا مسجون قال له تسعة اشهر وكان على ذاك الوقت ما يعرف لا الاخبار ولا يعرف ايش صار في الدنيا ولا في تواصل مع اهله في هذه الفترة ماتوا ست عشر نفر من اصدقاء نجاح وفي هذا السجن عانى 11 سنة من الالم ومن التعذيب النفسي والجسدي نجاح لما وصل عمره 31 سنة انتقل الى سجن قريب من طهران وهناك هذا نجاح كان يشوف طائرات حربية تمر وكانت فيه نافذة صغيرة جدا يشوف منها السماء كان يحسب ان بعدها الحرب موجودة بين العراق وايران ما كان يحسب ان فيه حرب ثانية الحين بين العراق وبين الكويت حزتها وبعدها توقفت الحرب وبعدها ما كان يعرف ان الحرب هذه اصلا متوقفة قبل 6 سنوات واصبحت ايضا هناك حرب ثانية بين امريكا والعراق وقتها وكان في هذه الفترة اللي هو نجاح تعلم اللغة الفارسية من بعض اللي هو المسجونين وبعدها نقنوه ايضا الى سجن اسمه هشماتا هناك استجوبوه وضربوه وكذلك حرموه من حتى الضوء وحرموه من الاكل ظل هناك خمس سنوات مكبل الايادي ومعصوبة عيونه وما كان يعرف ليلة من النهارة وكان على طول يسمع الحراس انهم بينقلوا السجناء الى ديرتهم وفرحان كثير نجاح ان اخيرا راح يروح بلده ويشوف زوجته وكذلك ولده وفعلا جاءوا ثاني يوم وركبوه الى الحافلة وكان في وقتها معصوبة عيونه وكذلك كان قلبه يدق ويرتجف من الخوف وين راح يودونا وبعدها لما وصل شالوا العصابة من عيونه شاف هذا نجاح اخيرا الحرية ما كان الان راح ينتقل الى السجن لان شاف قباله مسجد دخل في المسجد وانتقل الى الدور الثاني شاف فاكهة وشاف حليب وكيك وارز وغيره يعني تخيلوا نجاح اصبح عمره 38 سنة واصبح 17 سنة دخلها في عذاب والم وجروح في هذه السجون اخيرا شاف الحرية في هذا المكان اللي هو المسجد دخل عليهم هناك جنرال ايراني وكانت يعني رتبته عالية وقال لحق هذا نجاح ترجم حق البقية العراقيين لانكم الان راح يطلق صراحكم وبنوديكم للحدود وكان من ضمن اللي موجودين من العراقيين الاسرة رجل مبتور الاطراف ايادية ورجولة هذا الرجل كان موجود جالس قدام الدريشة او النافذة هناك فلما هذا اللي هو نجاح ترجم كلام الجنرال انه راح ننتقل خلاص بنصير في حرية ويطلق صراحنا قام هذا الرجل مبتور الاطراف فرحان ويناقز الا على طول سبحان الله طاح من الدريشة الى الارض ومات في حينها للاسف هذا كان موقف جدا مؤثر في ذاكرة نجاح بعدها راح نجاح الى العراق وبالتحديد منطقة البصرة لكن كل شي اختلف كذلك زوجته وولده اختفوا من على وجه الكرة الارضية ما يدري وينهم هل اهم حيين او ميتين كل شي نهار اصبح المكان مظلم واصبح المكان مجهول بالنسبة له ما يعرف احد هناك وفي خلال هالفترة انتشرت الاخبار ان هذول الاسرة طلعوا من السجن الايراني من ضمن اللي شافوا الاخبار اخو نجاح اللي كان موجود في كندا من عام 1974 هناك فعلى طول قدر يتواصل اي اخوه وقال للان تجيني الى كندا ما لك مكان هناك لكن هذا نجاح ما عنده جواز ولا عنده اوراق ولا شي قال لهذا اخوه راح ابعثلك بشكل سري الجواز حقي وانت تجي على اساس انك انا انت لانه كان متشابه ويا نجاح في العمر وفعلا اخذ الجواز وما كان فيه تشديد وانتقل هذا الرجل نجاح الى كندا وهناك على طول سلم نفسه وطلب اللجوء لكن نجاح مقادر يتأقلم مع الحالة النفسية اللي هو فيها والم الحرب والذكريات السيئة السمعة هناك اللي كانت في ذاكرته مثل هم الجبال فلما قسق الصتة على هذا الرجل اللي هو زاهد على طول زاهد اتفاعل وياه وعلى طول صار تحسنت حالة زاهد 180 درجة لدرجة انه خلاص اخذ الحبوب ورماه والدكتور قال له الحين ما تحتاج اي دعم نفسية كلها راحت وكذلك هذا زاهد ما صار يروح مكان ولا يطلع الا مع نجاح نجاح ما يتركه ولا ثانية على طول ياخذ ويودي السينما ياخذ يودي المطعم ياخذ ويتكلمون مع بعض نجاح ساعد زاهد انه يسوي لم شمل واخيرا جت زوجته الى كندا مع بنتها وفعلا حملة هذه المرأة اللي هي مريم وجابت ولد في عام 2006 وبالتالي اصبح هذا زاهد اكثر استقرار وكذلك نجاح اصبح اكثر تفاهم واكثر سعادة بوجود هذا الرجل اللي انقذ واسعى في حياة لدرجة ان زاهد يقول ادفع فلوس عمري كله ودور عن ولد زاهد وين ما كان في اي دولة في العالم عشان اجيبه وفرح صديق واخوي اللي ما جابته امي اللي هو نجاح تخيلوا ما كان يعرف انه بينقذ حياة هذا الرجل وراح تعود له بالخير وبعدين هذا الرجل وهو اللي راح ينقذه اذا صار في حالة ميؤوس منها سمعوا هناك الكتاب وسمعوا هناك المخرجين في كندا وقاموا يتراودون الصحافة في نقل اخبارهم لانها صارت اخبار رأي عام خبر غريب يعني عدوين يصبحون اخوان وفعلا الفوا نجاح مع زاهد اكتاب سموه انا من لم يموت وموجود الكتاب في امازون لكن ما ادري اذا في ترجمة عربية لانه موجود باللغة الانجليزية وكذلك سووا لهم فيلم وثائقي عبارة عن 18 دقيقة هذا الفيلم اسمه عدوي اخي وهذا الفيلم حصل على جوائز عدة ومن ضمنها جوائز الاسكار من شدة غرابة ان هذا العدو يوم من الايام يصبح اخوك والحين زاهد ايضا بالاضافة الى مبيعات الكتب وكذلك الافلام يشتغل ميكانيكي سيارات اما هذا الرجل نجاح ايضا يشتغل في بيع المواد المستعملة وكذلك شركات النقل والحين اهم ما يفترقون مع بعض وعلى طول دائما وابدا مترافقين لدرجة ان يقول زاهد ما كنت اتوقع يوم من الايام ان هذا اللي راح احاربه ان هذا العدو ان هذا المهاجم وهو راح يكون اخوي واجرب الناس حتى من اهلي علي وهذه نهاية قصتنا اليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون اتحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو شكرا